السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتعرف ازاي نحدد اتجاه الابلة لو انت في مكان غريب عليك او مش مكانك وعاوز تعرف الابلة الصلاة واتجاه المسلمين للكعبة بيكون بطريقة سهلة عن طريق خراية جوجل بنفتح خراية جوجل بالشكل دو وبعد كده بنكتب في البحث اتجاهك هيكون فين هاتجاهك هيكون في مكة او الحرم المكي زي ما انا كنت بحس عنها قبل كده بنكتب الحرم المكي بيطلع ده مكان الحرم المكي احنا بنكون مفاعلين خاصية الجي بي اس او اللي هو الموقع زي ما احنا شايفين كده تمام بنفعل خاصية الموقع متفعل وبعد كده بنروح عند الخريط وبنصغر الخريطة او بندوس على علامة الجي بي اس اللي موجودة ده مكاني الاتجاه بتاع السهم ده اتجاه السهم هو اللي بيعرف مكاني لو انا حركت تليفون يمين او شمال زي ما احنا شايفين بيتحرك فانا بافضل اصغر لحد ما باوصل ان النقطتين النقطة الزرق والنقطة الحامرة اللي هي الحرم المكي يزهر في الخريطة مع بعض بالشكل ده وحركت تليفون يمين وشمال زي ما احنا شايفين ده كده بالزبط اتجاه الابلة تمام يبقى انا كده ده اتجاه الابلة لو اتحركت يمين او شمال بسيط والتليفون مثلا على كفة ايدي بلاحظ ان اتجاهي بيتغير فبالشكل ده انا في اي مكان في العالم اقدر احدد اتجاه الابلة عن طريق استخدام خراية جوجل ارجو ان يكون فيها فايدة ليكم وانها تكون طريقة جديدة ولو في المكان ومش عارفين تقدروا تعرفوا بالطريقة دي وتقدروا تتأكدوا بنفسكم دلوقت شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا